السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الاهلي ينهي الاتفاق مع ماكينة الاهداف الغانية والظاهير الطائر سبب حزن واخناء تزيزه مع عدارة الزمالك اول رد فعل للخطيب على اقاف القيد عن الاهلي وبرمج زيواز دع يودع كاس الرابطة وفقرة اعرف الصح انا كصديق العزيز بساش تعمل لايك للفيديو وشيره للفيديو في كل مكان ما تنساش ترك في قناة اليوتيوب وتفعلك جرر عشان وصلك كل جديد وتعمل فيه صفحة الفيسبوك كلنا عارفين ان الاهلي يعني عمل ادارات جديدة والادارات دي مش موجودة في الاندية المصرية ولو موجودة موجودة بنسبة ضئيلة في بعض الاندية المصرية زي ادارة الازمات وزي ادارة اكتشاف المواهب في الدول الافريقية اه الاهلي في حاجة اسمها ادارة الازمات وفي حاجة اسمها ادارة الازمات وتدخل السريع اللي هو لو فيه اي مشكلة طرقه حصلت في النادي الاهلي تلاقي الادارة دي على طول خلصت الموضوع وهعرفك حصل ايه يعني وايه ادارة تكتشاف المواهب اللي هي بيقادة كابتن هاني رمزي اللي بتجوب افريقيا دلوقتي علشان تطلع مواهب للنادي الاهلي تحت السن يقدر يتعقد معها سواء انه هو يستفيد بها استثماريا او انه هو يستفيد بها في الفريق الاول لكرة القدم ويقدر انه هو يعني يجيب نجم سنه صغير وينزل بمتوسط او بمعدل الاعمار في النادي الاهلي وده اللي عايزه مارسل كولر وما يجيش حد يقول لي لو مارسل كولر عايز كده ما كانش جاب مودست مودست ده حالة خاصة خالص مودست كان الاهلي محتاج مهاجم ضروري والموسم هيقفل من غير مهاجم فده كان المهاجم المتاح حاليا لكن لو كان في وقت مودست ما كانش يكون الاختيار الاول لكولر ولا لإدارة النادي الاهلي لكن في العادي دلوقتي الاهلي بدأ انه هو يجيب لعيبة صغيرين في السن مرعون عطيه بقى امام عشور وغيرهم والعيبة اللي تحت السن لغاية ما الاهلي كانوا في غانا وعملوا هناك زي بطولة علشان يختاروا منها افضل لعبين يروحوا يعملوا معايشة مع النادي الاهلي وبنان عليه يتعقدوا معهم ويقيدوهم وبالفعل جابوا خمس لعيبة والخمس لعيبة دول تم يعني الاتفاق او تم خلاص اختيار لعبين منهم كان في كلام على اموس النيجيري ولكن اللي عرفناه ان اموس لا مش هيخش النادي الاهلي او كولر مقتنع بمهاجم تاني غيره والمهاجم ده هو غاني وكمان في باكليفت غاني دول يعتبروا بنسبة كبيرة جدا خلاص يعتبر مضو للنادي الاهلي وبالذات بالذات اسمه سامويل اوبونج المهاجم دول تحت السن كله تحت العشرين سن سامويل اوبونج المهاجم ده اعتبر مضو ويمكن احد الناس المعروفين في السحة الرياضية يعني بس انا للاسف ناسي اسمه كنت عايزة تديله حقه ناسي اسمه نشر التشات بينه وبينه وسأله دايركت مين النادي بتاعك الحالي قال له الاهلي والناس كنت بتتكلم ان هو خلاص يعني قبق خوصين او ادنى من اعلان عنه مهاجم متميز جدا جدا سريع رشيق هداف شاب صغير في غانا لو كان الاهلي مجابوش كان هتلاقي سنة ولا حاجة وطار على اوروبا ففعلا صفقة مميزة جدا انا معرفوش قوي ولكن لما يمضم على الاهلي رسمي هيظهر بقى كل حاجة عنه ولكن لما راحوا غانا وكان فيه لعيبة كتيرة مئات اللاعبين اللي قدموا واختاروا خمسة بس وكدر لما جيه هنا اختار اتنين على الفرازة على الفرازة حرفيا فكدر مش هينقق واحد لان خصوان اموس النيجيري مميز جدا فانه يبقي صمو الابونج الغاني على اموس النيجيري وصمو الابونج ده حاجة ملاقاش حل يعني والظاهير الايصر ديفيد وجيد ديفيد وجيد هو الظاهير الايصر اللي هيكون بديل لعلي معلول بالمشاكة مع كريمة دي بيس ان شاء الله سبب حزن وخناقة زيزو مع دارة الزمالك هو مش خناقة ولكن هو حزن وزعل لان عرض الشباب السعودي تقدم تاني وتكرر تاني لما يعني قبل ما القد كان يقفل امبارح في مصر وقبل ما يقفل في السعودية ولكن خلاص القد قفل فكان العرض تكرر تاني وكان بمبلغ جاية جدا وكان زيزو بيتمنى الاحتراف ويخد تجنيف الاحتراف في الدوري السعودي اللي بقى في مليان نجوم دلوقتي وقال لي دارة الزمالك انتو جبتوا خلاص لعبة كتيرة جدا فسيبوني انا احتراف فقدرت الزمالك رفضت ان هو يحتراف ورافرت ان هي اتفرد في القوامل الاساسي للفريق فيش حد ماشي من فريق الزمالك غير اربعة تقريبا او خمسة منهم حتم سكر اللي هو الشاب ومنهم لا اكتر اكتر ماشي بس ماشيوا عارة تلقي ما فيه ثلاث طلعوا عارة او اربعة رحلوا اللي راحوا الرسمي هم عمر السيسي وحتم سكر ومحمد عبدالغاني وعبدالله جمعة استغناء وفيه ثلاثة راحوا عارة فتلقي ما حدش ماشي كده كده عبدالله جمعة ما كانش بيلعب وحتم سكر يعتبر برضو ما كانش بيلعب ومحمد عبدالغاني كان في يعني مستوى ما كانش بصراحة جيد وعمر سيسي نفس الكلام ما كانش يبالعب دايما الاساسي ومستوى ما كانش جايد يعني مع الزمالك. فازو كان متضايق ان هو كان عايز اخد تجربة الاحتراف ويروح الدور السعودي ولكن ادارة الزمالك رفضت ولكن الموضوع ما اتطرقش ان هو يكون خناء ولكن هو حزن وزعل فعلا زوز اعلان ولقول له غير كده يبقى بيحور ايك زوز اعلان جدا يعني. ده الكلام اللي اتقل من الصحفيين المقربين لنادي الزمالك. برامتز يودع كسر ربطة يعني برامتز انا مش فاهم له بصراحة نادي بص فيه نجوم قد ايه ومش عارف ياخد ولا بطولة يعني يعني فيوتشر فاول سنة ليه تقريبا في الدورة اخد كسر ربطة. فانا معرفش برامتز محتاج ايه تاني عشان ياخد بطولة انا مش عارف بصراحة. فريق غريب غريب. برامتز خسرت تسعة تشار بطولة. عشان بس انت مع الناس مش عارف. برامتز مساعة ما طلع الدوري والناس عارفته. لعب على تسعة تشار بطولة. التسعة تشار بطولة خسرهم. صفر من تسعة عشر. ما ما تفهمش هم عايزين ايه يعني ما ما علينا يعني ما ما عرفش. المصري كذبه تلاتة واحد وصراح محسن جاب جن اكثر من رائع بصراحة. فاول ظهور ليه مع النادي المصري. اول رد فعل الخطيبة على اقاف القيد عن الاهلي. هنا بقى قدرت الازمات اتدخلت. حصل حوار كده كان مربك مبارح قبل اقاف القيد او يعني قبل انتهاء فترة تقيد في الدوري المصري يعني قبل ما تتمد كمان لسه الفبراير. اه الاهلي يعتبر توقف عن القيد اربعة وعشرين ساعة. بيبصوا هبا لقوا جواب ايه ده مش عارف ايه ولا ايميل. اللي فهمنا تقريبا ان في احد الموظفين في النادي الاهلي اهمل موضوع الايميل اللي جامل فيه فده او مركز فيه. اه فالايميل كان بيحظر ان فيه مستحقات لبرونو سافيو عند النادي الاهلي تكاد تقارب متين وحاجة الف دولار يعني قول ربع مليون دولار مثلا. والرجل ما بلغش دارة الاهلي. لما قدم برح توقف جي بقى ايميل بقى رسمي بقى والدنيا تمام قد توقف توقف لها جماعة. عشان عليكو غرامة ما دفعتهاش لبرونو سافيو اللي كان تقريبا رفع قضية في الكاس او محكمة الرياضة الدولية اللي فلوس عند الاهلي وخدها او عايز ياخدها. فبسرعة دارة الازمات في الاهلي دخلت على طول خلت الفلوس وحولتها لبرونو سافيو وحولتها للنادي يعني بتاع برونو سافيو اللي كان رفع القضية. وعلى طول بعته ان هو اللي هو اصالة دفعه وتبعت للفيفا والفيفا سمع فيه على طول والقد اتفك في اربعة وعشرين ساعة. ما عندناش بقى اشهور ويام. واللي فهمناه عن طريق الصحفيين المقربين للنادي الاهلي ان الصح ان الموظف ده يتحاسب او يتحاسب اصلا او مشي. ان هو اللي مقصر في عدم نقل الصورة لقدارة النادي الاهلي. فالقصة كلها والفيلم ده جماعة كان خلاص وكانت محمول الخطيب والا دارة في الثانية اتحرك ودارة الازمات تك 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 اربعة وعشرين ساعة كان القد مفكوك. خلاص. فمش بقى الفيلم بتاع يقاف القد والاهلي مازال موقوف عن القد ومش ينفع ايد وسامة ابو علي اهلي ايد الناس كلها خلاص. ايد وسامة ابو علي وستة شباب. فالموضوع خلص بمنتهى البساطة يا جماعة. كان معاك خوك وصريحك عمرو عاطف قناة صفحة صاحب الكورة شوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.